مساء الخير في فيديو النهاردة هعمل معاكو حاجة حلوة جدا من حاجات الافران اللي بتتبع برا اللي بتشوفوها برا اللي هي العيش بالعجوة او فطائر العجوة اللي على شكل وردة زي ما انتو شايفينها كده هو هعملها النهاردة معاكو سهلة جدا وبسيطة وكمان قطرة من اللي بتتبع برا واكبر من اللي بتتبع برا وكمان ضرية جدا اهي مش ناشفة زي بتاعة برا وطريقتها سهلة جدا وبسيطة والمقادير كلها مفاش ولا اي مجونات صعبة عندي هنا المقادير هعمل ثلاث كبيات من الدقيق وعندي هنا مية دافية للعجن طبعا مش ياخد الكباية كلها اكيد وعندي هنا معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية وكيس فانيليا وكمان معلقتين كبار من الزيت الدقيق على حسب نوع بقى يحتاج مية الدقيق ممكن ياخد الكباية كلها ممكن ياخد اقل منها على حسب منتو عايزين وكمان المقادير سهلة يعني ممكن تعمله كمية اكبر او كمية اقل على حسب منتو عايزين هقلب كده كل المكونات دي في بعضها انا حطيت الخميرة على الديق على طول لان الخميرة انا مجرباها قبل كده وشغالة بيها وعارفة انها نجحة لكن لو مش مجربينها طبعا هتجربوها الاول في شوية مية ومعلقة سكر وتشوفوها هتخمر ولا لا بعد كده مع جنت هاخد اخر حاجة معلقتين الزيت علشان ألم بيهم العجينة وتدينا قوام حلوة كده ونعم هفضل اعجم فيها كويس قوي لحد ما تدينا عجينة نعمة كده وحلوة هسيب العجينة دي بقى في مكان دافي علشان حجمها يضعف ويبقى بالشكل ده لازم تخمر كويس العجينة علشان لما نشتغل بيها تدينا نتيجة حلوة وتدينا الفطير اللي هنعملها تبقى طرية كده ما تبقاش نشفة هخرج الهاوى من العجينة وبعد كده هبتدي اعطاها كور ممكن تملوها على سبع كور او تامن كور على حسب الفطيرة اللي انتو عايزينها او الحسب ليش اللي انتو عايزينها يبقى قد ايه يعني ممكن تملوها كبيرة وممكن تملوها صغيرة الرخامة طبعا ده هنها زيت وبقطع عليها انا عملت معايا التلات كبات ده ايه اعملت معايا سبع كور يعني هيطلعوا سبع وحجمهم يعني حجمهم كبير وحلو مش صغيرين لو عايزينوا اظهر من كده هتعملوا هتقطعوا العجينة على كور اكتر بعد كده الرخامة ده هنها زيت خفيف مش كتير علشان تعرفوا ما تفضلش العجينة تروحوا تيجي معاكو زيت خفيف خالص على الرخامة وبعد كده هنروح نيجي كده وهفردها كده هوا هفردها بشكل طولي وبعد كده عندي هنا العجوة ده اسمه تامر لين كان مكتوب عليه تامر لين انا جايبا من عند العطار فيه التامر اللي هو اللي هو بيبقى العجوة اللي بتبقى غمق قوي لونها عن كده بس انا فضلت دي لانها سهلة جدا وطرية وكمان احسن من العجوة التانية اللي لونها اغمق من كده العجوة اللي عندكو اشتغلوا بيها بس دي اسهل فانه كنتو بتستخدموها على طول يعني رفتها رول زي ما انتو شايفين وقفلتها كويس قوي من تحت وبعد كده ضميت الاتنين كده على بعض كده ولزقتهم كده بايدي كده ضمتهم بصابعي وبعد كده هقطح اهو كده بالسكينة طبعا اللي بره مش بيبقى فيها كمية العجوة دي كلها خالص ده بيبقى حطين يعني حتة صغيرة في كل ناحية مش بيبقى حطين الكمية دي كلها وبعد كده هروح بقى احطهم على الصينية او الصاج اللي هدخلوا الفرن ده شكلهم اهو هشكل كل الكمية وبعد ما اشكل كل الكمية اللي عندي هسيبهم حوالي ربع ساعة او نص ساعة علشان حجمهم يزيد شوية علشان يدوكم نتيجة حلوة لما يدخلوا الفرن يعني بعد التشكيل كمان هيقعدوا نص ساعة لحد ما حجمهم يزيد شوية مش هندخلهم الفرن على طول ده اهو شكلهم زي ما انتوا شايفين اهو زادة عن ما انا قطعته في الاول انا مش هدهن الوش بيض ولا اي حاجة لو حابين تدهنوا صفار بيض على الوش ادهنوا بس انا ما دهنتش صفار بيض على الوش انا رشيت مية كده بالبخاخ اللي عندي ده رشيت مية كده على العيش وبعد كده هحط سمسم انا رشيت مية علشان يددو دراوة حلوة لما يدخلوا الفرن وكمان علشان السمسم يلاقي حاجة يلزق فيها اهو السمسم يكون متحمص ما يكونش ابيض علشان مش هيتحمص لما يدخل الفرن هيبقى لونه ابيض زي ما هو ومش هيبقى حلو وممكن على فكرة تعملوها من غير اي اضافات خالص ومتحطوش سمسم اصلا بتبقى برضو حلوة بعد كده روح ادخلهم الفرن تاخد لون من تحت وبعد كده بفتح لهم الشواية شوفوا شكلهم حلو جدا ولونهم دهبي وجميل جدا جدا رغم انه مفيش عالوش صفار بيت خالص يخليه حمر لكن شكلهم حلو جدا اهو من تحت كمان شكلها حلو جدا وجميلة جدا وانا عن نفسي حبيتها اكتر من اللي بتتجاب من الافران من برا وطرية جدا جدا احسن مئة الف مرة من اللي بتتجاب من برا بتبقى نشفة ومش بتبقى بالحجم ده خالص اهو طرية جدا والعجوة فيها في كل حتة تقدروا تقللوا العجوة لو مش بتحبوها كتير في الفطائر دي بتمنى تكون وصفة النهار ده عجبتكم واشوفكم في وصفة تانية جديدة ان شاء الله قريب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة